موسيقى اهلا وسهلا بك وحبائي المشاهدين والمشاهدات القرام وحلقة جديدة من درنامجكم غلطة وعبرة موسيقى شخصيته اليوم أحبائي هو شخص غير معروف الاسم ولكنه كان يشغل منصب عالي ومهم جدا جدا في قصر فرعون وهذا الإنسان في يوم من الأيام غضب عليه الملك أو فرعون وألقاه في السجن هو ورئيس الخبازين وفي السجن تقابل مع يوسف وعندما حلم هذا الشخص حلما فصره له يوسف وأخبره أنه سيعود مرة أخرى للمكانة الرفيعة التي كان يشغلها قبل دخوله السجن وبالفعل تمم الله هذا الحلم وعاد هذا الشخص مرة أخرى إلى قصر فرعون ليشغل منصبه الأول ولكنه لم يتذكر أي شيء عن يوسف المظلوم إلى أن جاء الوقت المعين شخصية النهاردة أحبائي هنتكلم عن رئيس سقاط فرعون مين هو رئيس سقاط فرعون؟ الكتاب المقدس ما بيتكلمش عنه بصفة كبيرة لكن من المعلومات القليلة اللي متاحة لنا بنعرف أنه هو شخص مهم جدا جدا لأنه كان بيتقابل بصفة مباشرة مع فرعون وبنعرف أنه هو رئيس السقاط يعني هو المسؤول عن كل ما يشربه الملك فكان شخص أيضا محل سقة لأنه كان ممكن بكل بساطة أن هذا الإنسان لو كان بيقرأ أو لم يكن على قدر الأمانة اللي ولها إليه أو أعطاها إليه فرعون كان ممكن يختاله مثلا ولكن هذا الإنسان بنعرف من الكتاب المقدس أنه هو دخل السجن دخل السجن ليه؟ ما فيش الأسباب واضحة ولكن يبدو أنه كانت فيه مشكلة هو معاه وهو رئيس الخبازين أيضا اللي اتنين تروحوا في السجن وعندما وجد في السجن الله رتب أنه هم يتقابلوا أو يتقابل مع يوسف في خلال السجن حلم حلمين كل واحد حلم حلمين رئيس السقاء حلم حلم كان بالنسباله موزعج لكنه كان جميل في تفسيره الحلم كان أنه هو شاف شجرة عنب فيها ثلاث أخصان كل غصنه بيطلع زهر والزهر طلع بعد كده عنقيد عنب مسك رئيس السقاء العنقيد وعصرها وحطها في كاس فرعون وأعطاها لفرعون سأل يوسف يوسف ايه الحلم ده؟ ايه تعبيره؟ فقال له ربنا هو اللي هيقولك التعبير الثلاث أخصان هما ثلاث أيام وبعد ثلاث أيام فرعون هيرجعك مرة تانية إلى منصبك الأول كما كنت معتاد أن أنت تقدم الكاس ليه وربنا هيطلعك من هذا السجن لكن في الحالة دي بنلاقي أن يوسف بعد ما فصر الحلم لرئيس السقاء طلب منه طلب قال له إيه؟ تعالوا نقرأ كده أحبائي في تكوين 40 ونقرأ هذه الأعداد من 13 إلى 15 يقول الكتاب في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي أحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لأني قد سرقت من أرض العبرانيين وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن وهنا كانت الطلبة اللي طلبها يوسف من رئيس السقاء أذكرني عند فرعون هل اللي قاله يوسف كعلط هل كان صح هل كان المفروض يسكت وربنا هو اللي يتم مما شئته ولكن في وجهة نظر الشخصية إن هذا الطلب لا يعتبر خطيئة ليه؟ لأنه ربنا ما بيقول لناش استخدموا الوسائل المتاحة ربنا بيقول إن أنت تصلي إن أنت تعمل اللي عليك ولكن في نفس الوقت إن أنت تستخدم الوسائل المتاحة لديك ما تبقاش إنسان سلبي في المعاملة ولكن إحنا النهاردة هنتكلم عن الصاقي إيه رد فعله؟ هل الصاقي أول فعلا مخرج من السجن بعد ثلاثة أيام كما قال له يوسف هل تذكر يوسف؟ المفروض إن إحنا بقى نشوف إيه؟ الوضع مختلف المفروض فعلا بعد ثلاثة أيام الملك يكون عامل حفلة عيد ميلاده دعا الصاقي أو رئيس السقاء دعا رئيس الخبازين وزي ما الأحلام قالها يوسف وفسرها يوسف فعلا تمت فعلا رئيس السقاء عاد إلى مكانته الأولى رد عليه الفرعون وقدم أو خلاه يقدم كاس الشرب اللي بيشرب منه أما رئيس الخبازين فعلقه على خشبة وأمر بقتله المفروض كان وقتها على الأل كده رئيس السقاء يقول يا أشكرك يا رب إن أنت بعتلي إنسان زي يوسف عشان يفسرني الحلم ويتمني وفعلا كلامه صح وبما إن الكلام اللي قاله صح يبقى بالتأكيد ادعاوا إن هو مظلوم صح لأن مين اللي يعرف المستقبل غير الله فإذا كان هذا الإنسان اللي هو يوسف عرف المستقبل يبقى الله قال له وبما إن الله قال له يبقى هذا الإنسان فعلا بريء وهذا الإنسان فعلا محبوب لدى الله إذن ينبغى أن أدافع عن هذا الإنسان لكي أنقذه من ظلمه ولكن إلا حصل شيء تاني مختلف إلا حصل يقول الكتاب في عدد 23 من إصحاح 40 من التكوين ولكن لم يذكر رئيس السقاط يوسف بل نسيه يا ربي إيه الغلطة اللي عملها لم يذكره بل نسيه طب يا رئيس السقاط أنت كان هياخد منك إيه وقت أن أنت تتكلم عن يوسف لفرعون كان هياخد منك قد إيه وقت نحن نعلم أن كل شيء بترتيب ربنا وأن بالرغم أن رئيس السقاط نسي لكن ربنا ما نسيش يوسف ربنا ما ينساش أولاده أبدا وليه خطة معينة في وقته يسرع به ربنا إن العالم كله نسينا ولكن هو لا ينسانا أبدا هل تنسى الأم الرضيع؟ هل ربنا ينسانا؟ ده إحنا أغلى من الرضيع على قلب أمه ده إحنا منقشين على كفه ولكن البشر البشر المفروض أن هما يتعلموا من ربنا نتعلم إزاي أن احنا نحفظ الجميل للآخرين نتعلم إزاي أن احنا ندافع عن المظلوم نتعلم من رئيس السقاط ما نعملش نفس الغلطة إيه الغلطة اللي هو عملها؟ لو جينا وسألنا إيه غلطة رئيس السقاط؟ يمكن انشغل؟ بالتأكيد انشغل ليه؟ لأنه كان في أسر فرعون مشرف على السقاط كلهم كله صغيرة وكبيرة لازم يهتم بيها خلاص؟ وانشغلاته دي هل ده عزر؟ في ناس للأسف كتير جدا جدا واخدى نفس الروح اللي عنده رئيس السقاط إيه هي نفس الروح؟ نفس الروح اللي هي إن أنا بتاع مصلحتي بتاع مصلحتي وبس واحد يأخذ الحاجة وبعد كده ينسى الآخرين واللي ساعدوه إنسان بتاع وقته بنسميه وللأسف الشديد دنيتنا بيزيد فيها هذه النوعية من الناس الناس اللي ما بتفكرش اللي في نفسها الأمنيين الناس اللي بينسوا فضل الآخرين عليهم الناس اللي ما بيبتسموش للآخرين إلا إذا كان فيه مصلحة وقت ما المصلحة تخلص ينسوا اللي بتسامة ينسوا حتى كلمة صباح الخير يا رئيس السقاء سنتين بحلهم تنسى واحد مظلوم في سجن تنسى واحد مظلوم هو قاعد بيتعذب وهو بريء ده كل يوم المسجون بيشعر فيه بالظلم بسنة بسنة إيه؟ ده بعمر بحاله لأن الظلم وحش على الإنسان ولكن دي نوعية موجودة للأسف ربنا يساعدنا إن إحنا ما نكونش من نوعية رئيس السقاء دي كانت الغلطة طفينا العبرة ما هي العبرة أحبائي؟ العبرة من قصة رئيس السقاء إن الإنسان لازم يتعلم يكون إنسان شاكر لأفضل الآخرين غير ناكر للجميل غير متهاون مع حقوق الغير فمثلاً لازم إن إحنا نقضي وقت كل أسبوع كل يوم، كل شهر، كل سنة عشان نهتم بالناس اللي إحنا بنحبهم واللي كانوا أصحاب فضل علينا لما نقول إن الحياة صعبة لدرجة إن الأبناء ما بيزوروش والديهم لدرجة إن حتى على الفيسبوك ما بنشوفش بعض لدرجة إن إحنا حتى كل اللي بنعمله مع بابا وماما مش كل كده على التليفون هاي وليق ومش عارف إيه وخلصنا وقادي كل اللي هم بيحتاجوا هل؟ هل ده؟ هل ده عرفان بالجميل؟ هل ده اللي المفروض إحنا كأولاد لله نتابعه؟ ولا المفروض لا؟ والدي، والدتي، الناس اللي تعبوا علي وأنا صغير لازم أقدرهم، لازم منساش معرفهم هو وأنا صغير كنت محتاج إليهم طب لما هم كبروا أتخلى أنا عنهم أتخلى عن وجبي نحوهم طب معلميني، الناس اللي ربتني، الناس اللي علمتني، الناس اللي قبرتني الناس اللي فادتني في حياتي وكانوا سهموا أو سهموا في اللي أنا فيه دلوقتي ما يستحقهوش، ما يستحقوش إن أنا أهتم بيهم ما يستحقوش السؤال لا يستحقوا إن أنا أبقى أظهر إليهم الحب لا يستحقوا حتى الرعاة الخدام، لازم يا جماعة يكون عندنا العرفان بالجميل ما ننساش أفضل الناس اللي ساعدتنا كل إنسان ساعدنا هو فعلا يستحق إن أنا أشكره كل إنسان ساعدني هو يستحق إن أنا أقدم له العرفان بالجميل كل إنسان قدم لي خدمة أنا مديون إليه أنا مديون لهذا الشخص يريتني تعلم إزاي ما نكونش زي رئيس السقاة رئيس السقاة نسي لأنه خلاص خد اللي هو عايزه لكن يا بخت الإنسان اللي بيكرم الآخرين يا رب يخلينا دايما أو يساعدنا دايما إن إحنا نكون من هذه النوعية النوعية التي لا تحتقر أفضل الآخرين عليها دايما نقول له يا رب ساعدنا دايما إن إحنا نبدي الأولوية ونقول للناس اللي ساعدونا بشكل أو بآخر ساعدونا بطريقة عملية ساعدونا بكلمة ساعدونا بمعلومة ساعدونا إنهم يوقفوا معنا بنصيحة وقفوا معنا وأنقذونا ساعدني يا رب إن إحنا نشعر بأهمية هؤلاء لدينا مشغوليات الحياة كتيرة فعلا كتيرة ولكن يا بختك لو علمت أولادك إن إنت فعلا إنسان بتعمل أو غير ناكر للجميل ده هيتردلك في يوم من الأيام لو إحنا سألنا دلوقتي ساقي فرعون تعلمنا إيه إيه اللي إنت العبرة اللي إنت تدهلنا يا ساقي فرعون يقول لنا شوفوا نصيحة الكتاب بتقول إيه إيه نصيحة الكتاب بتقول إيه يقول اقروا عبرانيين 13 وعدد 16 نقراها مع بعض ماذا يقول الكتاب يقول ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يصر الله لا تنسوا فعل الخير فعل الخير إذا كان مطلوب مع الغريب فبالأولى مع الغريب وبالأولى من لي أفضل علينا وكانوا سبب برقة لنا في حياتنا ربنا يساعدنا إن إحنا نكون أوفياء إن إحنا نكون شاكرين للآخرين وإن إحنا لا نفعل غلطة ساقي فرعون أو رئيس السقاة ولكن يكون فينا عرفان بالكمير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر